وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم ببريسل وبعد تحليلهم من الوضع الاقتصادي العام في أوروبا يعتبرون أن الاقتصاد الأوروبي في وضعه الحالي ليس في مأمن إذا تعرض لأزمة حدة والخطورة مزالت قائمة مع تباطئ النمو الاقتصادي الملاحظ حاليا ولتفادي ذلك يؤكد الوزارة على ضرورة تحقيق الإصلاحات المطلوبة وأهمها إحراس تقدم في الاندماج والتضامن بين الدول عبر الانتهاء من إصلاح الاتحاد المالي والاقتصاد الأوروبي ويثمن وزراء مالية منطقة اليورو فكرة الموافقة على استحداث ميزانية لمنطقة اليورو تدرج ضمن الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات بخصائص محددة وكذا الاتفاق حول سيغة سوق أوروبية لضمان الودائع هناك عدة أخطار حول الأفاق الاقتصادية والتوصيات التي قدمناها اليوم هي بمثابة إشارة هدفها أن منطقة اليورو يجب أن تكون جاهزة لمواجهة الأزمات وما نريده هو وضع خارطة الطريق لهذا الأمر وهذا بفضل تحسن مرونة اقتصاد المنطقة ودعم الاستثمارات الحكومية والخاصة والرفع في مستوى الانتاجية وإدماء سوق العمل الأوروبية وأخيرا تحسين هندسة المالية العامة وأيضا الاستمرار في الإصلاح الاتحاد المالي والاقتصادي الأوروبي أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تطرق لها الوزراء وهم مستعدون لكل الاحتمالات بما فيها خروج بريطانيا بدون اتفاق فيما اعتبر الوزراء أن الأزمة الإيطالية أيضا يمكن حلها بالتفاهم والحوار كما حصل في التفاوض حول الميزانية الجديدة وتم تدارك نقائص فيها في انتظار معرفة حيثيات تطبيقها والإصلاحات التي تنوي الحكومة الإيطالية إدخالها على الاقتصاد فيما يتعلق باستحداث ميزانية منطقة اليورو تسمى الآلية الموازنة للتوافق والتنافسية وهذا هي التسمية الرسمية لها وتخص منطقة اليورو وفيما يخص البلدان الغير أعضاء في منطقة اليورو والانضمام يكون إراديا هذه الآلية ستكون ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي الشاملة وستكون منسجمة مع السياسات الأوروبية الأخرى وأيضا تكون مدعمة بشروط واضحة وتوجيهات استراتيجية تقدم من دول منطقة اليورو وحجمها سيتحدث ضمن إيطار الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات السيطة أشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمنطقة اليورو التي تعمل على تحذير لإصلاحات جديدة سيتم عرضها على القادة لاحقا وزراء مالية منطقة اليورو في تقييمهم من اليورو يعتبرون أن العمن الأوروبي الموحدة أخذت مكانتها الآن في الأسواق المالية العالمية ويجب أن تصل على المدى المتوسط إلى مستوى ثقل الدولار الأمريكي لاخترفرات لقناة الإخبارية من مقر المجلس الأوروبي بركسل